لا يسعى المرء إلا أن يصفق ويصفق بحرارة لهذه البدرة الطيبة الرائعة والغير مسبوقة فنحن هذه السنة في موسم 2017-2018 نشعر أننا نعيش أزهى أيام وفترات المسرح المغربي وأعيما أقول منذ فجر الاستقلال إلى الآن فبحيث مبادرة وزارة الجالية كانت مبادرة فردوسية بكل ما تحمله الكلمة من معاني عميقة ودقيقة تحية خاصة للدكتور عبد الكريم بن عتيق على هذه المبادرة التي أخذها على كاهله وكان في مستوى الحدث والحمد لله تعالى بالأمس القريب عشنا جولت عبر العالم شق المسرح العربي الآن شق المسرح الأمازيغي فالمسرح الأمازيغي أيضا يستحق منا العناية والرعاية ويستحق منا هذا الدعم فالحمد لله واللطف لله نحن نعيش وأقولها بمنتهى الصراحة أزهى أيام فترات المسرح المغربي ولم يعود المسرح الأب المغبون بل فعلا أب الفنون في هذه الفترة بفضل الله تعالى ثم بفضل وزارة الجالية وتضافر الجهود أيضا مع وزارة التقافة اشتركوا في القناة